السلام عليكم معكم طلال النقار بتابع معكم بالجزء الثاني من سلسلة اضطرابات ناصل صوديوم بهالمحاضرة او بهالجزء عام اتحدث عن آليات تكثيف البول وتمديد البول الاليورين اللي هي مسؤول عنهم اساسا هرمون الاده بداية امذكركم بهالظاهرة اكيد مذكرينها ربما لما بيكون واحد بنهاية يوم صيفي تعرضوا غزير مثلا معامشرب سوائر زيادة البول بيكون عنده مكثف بشدة بيكون له نغامة كتير هذا البول مسكوب منه معظم الماء اللي في تأثير الاده على اعلى بيكون بالمقابل بنهاية يوم او خلال النهار زقاعة الحياة مريحة معنو عم يتعرق معنو عم يخسر سوائر عمشرب مو يمنح بيلاقي البول عنده ممدد كتير لانه الاده بيكون مصبط عنده باقصى درجات وتصبيته بتاع البول بيطلع ممدد مثل هيك وربما اكتر كيف انا فين يحول هذا البول المكثف لبول ممدد فيه نضيف عليه موي حقيقة الكلية ما بتعمل هيك الكلية بتعمل العكس البول بيكون ممدد فالكلية بتسحب منه الموي بتأثير الاده لحتى يتحول لبول مكثف هذا هو اللي عم يسيب الضبط الرشح الكوبي مثل ما بذكرين الرشح الكوبي هو السائل الراشغ اللي هون الفيلتريت بيكون تركيبه تماما نفس تركيب البلازما باستثناء البروتينات الالبومين ما بيرشه بينما السائل موجودهم بمحفظة ببومان كابسول بيكون تركيبه نفس تركيب البلازما تماما باستثناء البروتيم مثل ما قلنا قديش معدل الرشح الكوبي يوميه الجي فار بالمية من الماء والأملاح كلها ويعاد امتصاصه عبر هي الأنابيب فالأنابيب الكوبي الجزء مهم جدا بوظيفة الكلية خلال مرور هذا السائل يعاد امتصاص الجزء الأكبر منه ويعاد تركيب السائل نفسه سواء بكميته اعادة امتصاص الجزء الأكبر من الماء وتركيبه من الأملاح فبداية بهذا الجزء مثل ما أنه بيكون الحلولية المتعادلة مع البلازما بعدين بينزل بي الجزء النازل من عروض هينلي هون بيكون في عندي امتصاص للماء مثلا ما بيكون في مرور للأملاح بالمقابل بالجزء الصاعد في عندي قنوات الصوديوم اللي هي فينا تسحب الصوديوم وليس الماء فالبول هون بيكون أنا عم أسحب صوديوم من البول وبالتالي حييتمدد البول فبيوصل لهذا الجزء من ديستال ومبوليتر تيوبول بيوصل لأوزماتي تبعه مية فبيوصل بول ناقص أو سائل بيكون لسا ما صار بول ناقص الحلولية مقارنة بالبلازما بيرجع وقت بيمرؤ على الكلكتينج داكت على القنوات الجامعة هي مكان عمل الـ ADH إما أنه ينعادة امتصاص الماء أو يحافظ عليه مثل ما هو ربما يتمدد أكتر من هيك وبالتالي هون الجزء أنا فيني أنا فيني أنا كثف المول فالتمديد عم يصير بهذا الجزء والتكثيف عم يصير بهذا الجزء فمثل ما أنا يورين دايلوشن في عندي القسم الصاعد من عروة هنلي لما عم يعادة امتصاص الملح عم ينتج سائل أو يعني سائل السائل وبعدما صار بول مثل ما أنا سائل داخل مع كميته حلوليته منخفضة وبالتالي جزء الأكبر الأهم من تكثيف التمديد البول هو الجزء الصاعد من عروة هنلي بالمقابل تكثيف البول بيكون أساساً بالقنوات الجامعة بالcollecting dots لما بيكون في عندي ADH مفرز بشكل عالي القنوات الجامعة بيفتح القنوات الماء وبالتالي تأثير الADH وبالتالي معظم الماء بيعادة امتصاصه اللمعة اللي هي الhypertonic medulla وبالتالي الماء كله بيعبر لهون والبول ممكن يوصل تركيزه بأقصى درجاته لألف وميتين ميلي أوز مول باللتر ألف وميتين ميلي أوز مول هي أعلى تركيز البول البول بيكون لونه يعني مو أصفر بيكون لونه رح يصير أحمر إلا شوي هذا أعلى تركيز البول ممكن يوصل لأنه سحبت معظم الماء منه لكن بالمقابل لو أنه الADH مثبت أنا ممكن نفس السائل اللي كان موجود هون يطرح مكما هو ممكن يتمدد أكتر لحتى يوصل للخمسين ميلي أوز مول لاحظون يعني أقل تركيز ممكن أوصل له هو خمسين ميلي أوز مول وبالتالي لا يمكن للكلية الطبيعية أن تطرح ماء حر ركزوا على الفكرة الكلية مصممة الله خالها أنه هي تطرح ترشح البلازمة وهي البلازمة يعادل تصاص الماء ويعادل تصاص الأملاح لتطرح بالأخير السائل البول يوم كون من ماء وأملاح لا يمكن للكلية تطرح ماء حر مثل ما هو الكلية تطرح البلازمة وبتعدل عليها بحيث أنه توصل حلوغيتها للشيء بيناسب الجسم لما الكلية بتفقد قدرتها على التمديد والتكثيف وبيكون حلوية البول الناتجة تعادل حلوية البلازمالية بالأدفانس كتني ديزيز stage 5 وطالع فبيسموها أيزوثينيوريا الكلية ما عاد تقدر تمدد ولا عاد تقدر تكثف الأنابيب كلها مخربة أو وظيفتها مطلبة وبالتالي الشيء اللي بتطرحه من هون بيطلع من هون مثل ما هو بدون قدرة على التمديد ولا التكثيف هاي بإصابات الكلية يعيد امتصاص الماء هو بيفتح قنوات الماء تعرفوا هاي الآلية أكيد وحافظينها أنه قنوات الماء بتنتقل من البلازمة لللومن وبتسمح بالماء اللي موجود باللمعة اللي هي هون أنه يعاد امتصاصه طيب شو اللي بيدفع الماء يعاد امتصاصه ما في نقل فاعل هون بالمناسبة هو نقل منفعل باسف سببه اللمعة اللي هون هي مفرطة الحلو أفوا الميديولة اللي هي مفرط الحلو اللي بيكون الحلولية عالية فيه كتير وتذكروا أنه الماء بينتقى من الجزء الممصفر الحلولية للجزء العالي الحلولي وبالتالي بينسحب الماء من البول إلى الميديولة يعاد امتصاصه للدم طبعا بعد ذلك شو اللي بيخلي الهايبرتونيك ميديولة شو بيخلي الميديولة مفرط الحلولية هو الصوديوم أول شي في عندي القسم الصاعد من عروة هينلي يعاد امتصاص الصوديوم هذا الصوديوم بيروح على الميديولة أول شيء الصوديوم وفي عني هون الكاونتر كارنت الكاونتر كارنت هذا اللي بيصير في عندي الدوران المتعاكس يعني هذا ربما يعني مفهوم أعقد بس هو بيخلي الصوديوم تركيزه بهذه الميديولة عالي كتير إضافة لليورية اليورية كمان تركيزه عالي بالميديولة لذلك يعني عبر لكم الأوزموية يمكن تصل 1200 بالميديولة بهذه الأجزاء طبعا الآلية معقدة جدا وربما يعني حتى كأطباء كلية يعني في كتير منها سبب تبتعد عنها شخصيا ربما مكتب إلى تطبيق سريري حاليا أنه ما في كتير أدوية بتشتغل فيها بس اليورية عبورها عبر الأنابيب يعاد امتصال جزء كبير منها 500 تقريب اللي بينطرح منها ويعاد امتصال جزء وهي بتسهم بشكل أساسي بإنشاء أو بتكوين الهايبرتونيك ميديولة كيف اللي بيصير النفرونات الكلوية ترى نوعين في عندك الشورت لوب نفرون في عندك اللونغ لوب نفرون هي الطويلة والأصيرة تركيبة تشريحة توزيعها التشريحة بالكلية مختلف حتى يعني إذا بتشوفوا شكل هذي النفرون الـ ما له مثل هذا تمام طويل ما مثل الأصير الوظائف مختلفة نوعا ما الموضوع مرة تانية معقدة كتير حقيقة ما عرفت إذا كان ممكن يفيد غير أطباء الكلية لفهم طريقة عمل الكلي بس موضوع مرة قد جدا جدا حقيقة ممكن إذا الحاد بيطلع عليه بيشوف شو الـ يبحث عن هذا العنوان مثلا والفرق بين الشورت واللونغ مثلا الأصيرة والطويلة وهو ممكن كيف بيصير هذا شي ينتج اللمعة اللي هي الـ فعملية اللي اللي عم يصير إنه الـ اللي ما عم ينفرز عم يفتح قنوات الماء عم يفتح قنوات الصودن بالمناسبة عم يفتح قنوات اليورية كمان وبالتالي عم يسحب الماء كله عم يخلي هايبرتانك ميديو اللي تصير وعم يسحب الماء مثل السفنجة تريبا الكليا بتصير مثل السفنجة بتسحب الماء من البول هل منقدر هلأ مخمومة جديدة منتقل لأله أنا كيف فيني أنا إذا تتذكروا السلايد الأول لما شفيتكم إن البول كان في عندي جزئين في جزء ماء وفي جزء مركز جدا جزئين جزء هو بنسمي أوزمولار كليرانس اللي هو تصفيت المنحلات وش جزء تاني هو تصفيت الماء الووتر في بوتر كليرانس يعني كأني مرة تانية عم صب مي على البول فقديش مثلا تركيز البلازما الطبيعي خلينا نقول 300 أو 290 لو أنا عندي حلولية البلازما هي حلولية البول عفوا هي نصف حلولية البلازما فأنا فيني أنا كثف كل مثلا وليكن أنا عندي لترين مثلا لترين بول بالـ 24 ساعة والحلولية تبع البول مثلا 145 حلولية البلازما 290 فأنا عندي بالـ 24 ساعة في لترين بول فـ 145 ميلي أزمول عم ينطرح مهاتة 300 أو 290 ميلي أزمول عم يتروح بـ 24 ساعة لو جمعتهم كلهم بلتر واحد من أصل لترين فأنا كأني أنتجت بول حلولية معادلة حلولية البلازما هذا هو والأزمول واللتر الثاني هو الـ Free Water Clearance وهو ما أحضر ما فهذا وصلتكم هاي الفكرة فهذا ربما يعني تبسيط لأنه بهمني أنا أعرف شوه الجزء اللي عم ينطرح من الماء اللي عم ينطرح بالبول لأنه له تطبيقات سريرة ربما خاصة بحالات فالتصودي بحن نشرحها داخل فحجم البول الكلية هو التصفيت المنحلات والـ Water Clearance هو تصفيت الماء فالـ Osmolar Clearance هو الجزء اللي يعادل حلوية للبلازما تماما فلو أنا عرفت هذا الجزء وعندي حجم البول الكلية بـ 24 ساعة أنا فيني أعرف الـ Free Water Clearance اللي عم تطرح ماء بـ 24 ساعة دي هو حجم البول الكلية نائز الـ Osmolar Clearance فمرة ثانية حجم الـ Water Clearance هو حجم البول الكلية نائز الـ Osmolar Clearance الـ Osmolar Clearance أنا بحسبها من المعادلة أنا عندي حجم البول 24 ساعة هذا الجزء هو حجم البول 24 ساعة ضرب أوزموليت الـ Urine حلوية البول على أوزموليت البلازما فلو كان أوزموليت الـ Urine مثلا تعادل أوزموليت البلازما كان نفس الرقم على نفس الرقم واحد فعملين كل البول اللي عم يطرح هو Osmolar Clearance ما فيه أي Free Water مثل ما تكون Aisothene فهذه هي المعادلة أنا فيني لو عندي أنا حلوية البول وعندي حلوية البلازما وعندي 24 ساعة فاني فيني أعرف قدش المقدار الجزء اللي عم ينطرح بيسمون أوزموليت Clearance أو طرح أو تصفيت أو تصفيت منحلات لو طبقت هاي المعادلة بيكون Water Clearance هو حجم البول ناقص أوزموليت Clearance اللي هو هذا المقدار بعمل بشيل منه المعادلة النهائية Water Clearance هو حجم البول ضرب واحد ناقص أوزموليت البول حلوليت البول على أوزموليت البلازما فكروا فيها مني ومعادلة يعني بأساسيات الرياضية فأنا لما أبقارن حلوليت البول مع حلوليت البلازما وأنا عندي بول 24 ساعة حتى لو ما عندي بول 24 ساعة أنا فيني أعرف إذا كان في عميسية طرح ماء أو لا عميسية طرح ماء شلون هذا الكلام دقوا بالمعادلة لما يكون أوزموليت البول أقل من أوزموليت البلازما معناته في عندي أنا هذا الرقم إيجابي حيكون ففي عندي طرح للماء الماء الووتر في طرح لما يكون البول ممدد معنا آخر فالويت أقل من حلوليت البلازما فالكلية عم تطرح مع حر لما يكون في عندي الآيزوتوني يعني الحلولية تبع البول نفس حلولية البلازما مع تلكية ما عم بتقدر تطرخ أي ما لانه هذا هكون 1 على 1 هواحد ناس 1 صفر الوتر اي قليناس هيكون صفر فكل البول عم يطرحوا الأثم retained الحال الثالث اللي هيكون الأثماليتي تبعا يرى ان حلوليت البول أعلى من حلوليت البلازمة فأنا هون هذا الرقم سلبي وبالتالي الوتر اي قليناس سلبي وبالتالي الجسم عم يحتبس مع ببساطة مرة تانية بطلع على حلوليت البلازمة وبطلع حلوية البول وبقارن بيناتهم ومن خلالها بعرف اذا شو عامل سير بيطرف الماء له مثال عندي 45 شخص بالر عفوا هذا رقم السؤال هذا كان عندي شخص عمره 35 سنة سكيزافرينيا عنده اضطراب عقلي او تغير بالحالة العقلية وعنده ادرار بول زائد واضح انه شارب مي كتير وهو عنده مشكلة يعني غالباً نقص سوديوم هلأ اليوران اوزموليتي حلوية البول عنده هو 70 ميلي اوزمول للكيلو او للتر بينما حلوية البلازما عنده 280 هدا عم يشربوا بعد السودة بالصمات طرابنده بس عم يدر كتير ماء لاحظوا انه حلوية البول عنده متخفض مثل معنى حلوية البول الطبيعية من 50 ل 1200 فهدا 70 فهي بالحد الادنى تقريباً هذا عم يطلع 12 لتر باليوم بول بال24 ساعة فلو سألكم قديش الفري ووتر إكسيكريشن بهذا البول 24 ساعة من 12 لتر كيف بدي حسبها أنا في عندي حلوية البلازما وعندي حلوية البول وعندي حجم بول 24 ساعة فتطبق القاعدة الووتر كليرانس هو حجم البول 24 ساعة ضرب واحد ناقص حلوية البلازما على حلوية البول طبقت القاعدة بيطلب معي 9 لتر فهدول 12 لتر 9 لتر منهم هو ماء حر اللي عم يشربوها الماء نفسه و 3 لتر هنا الآيزوتونيك للبلازما هنه عم يطرحون الماء بسبب منحلات العنية كنارية البروتين أو الملح هن عم يعني وضحة الفكرة أتمنى أنه ترقوا بهذا المثال وتحفظوا بشكل جيد في ليح سبحوه مثل ما قالنا حلوية اليورن هي بتترابع بين 50 بحاجة تمديد البول الأقصى لـ 1200 عفواً تمديد البول تماماً وحاجة 1200 لتمديد للتكثيف الأقصى للبول وبرجأت ذاكركوا أنه آلية الكلية بيطرح البول أنه هي بتطرح للبلازما وبتعيد تركيب البلازما وب realities لا يمكن أن توصل حلوية البول للصفر لا بد أن يكون في منحلات وهذا الل pack هو تطبيق والسرير المهم الكلية بحاجة لمنحلات لحتى تقدر تطرح ماء لا يمكن للكية تطرح ماء حر بدون ما يكون في منحلات بدون ما يكون في أكل بدون ما يكون في بروتين بدون ما يكون في عن يورية أو صوديوم بدونهم تضعف قدرة الكرية على طرح الماء فينا نحسب حلوية اليوريم من خلال أن اليوريا هون بتصير effective osmolite فهاي المعادلة تبعها 1.25 ضرب يوريا ضرب الصوديوم ضرب القولكوز أو أني لما بكون بالميليجرام في الأرقام تاني إلا تطبيقاتها بس يعني فيني يتجاوزها بس هذه القاعدات لو بديحسب حلوية البول مثلا ويحسبها ويسها هلأ مشان نعاقل الموضوع عليكم شوي عوز ربنا نكون لاحظوا أنا بدي استخدم معادلة تاني بدل ما أستخدم الحلولية أنا بدي استخدم تركيز الصوديوم والبوتاسيوم ليش أنا عم استخدم هذا الكلام لأنه لو ما بيكون فيه عندي إدرار حلولي بسبب اليوريا البوتاسيوم والصوديوم ما كتير بيتطربه اللي عم يتطرب هو أساسا عم يصير فيه عندي إدرار حلولي بسبب اليوريا لذلك المفهوم الأفضل يعني بذلك المعادلة ما تكون متعد دقيقة المفهوم الأفضل مرة ما بدي عادي الموضوع بس عم أعطي شوي هيك رؤوس أخلام عنه أنه الأفضل ما أحسب الـ Free Water Clearance أحسب Electrolyte Free Water Clearance أو Execration فهذا معادلته بتكون بدل ما استخدم الـ Osmolality باستخدم تركيز الصوديوم والبوتاسيوم معا في البول ليش استخدمت البوتاسيوم من البوتاسيوم ومتلك الصوديوم فرح تصير المعادلة واحد ناقص تركيز الصوديوم زائد تركيز البوتاسيوم تأسيم تركيز الصوديوم بالبلازم لما أنا بتطلع على هذا الرقم لما بيكون مجموعهم أعلى أو مساوي أو أقل أنا بعرف إذا كان في عمسية طرح ما أحور أو مع عمسية طرح ما أحور أو عم يكون توازن صف هي المعادلة الأدق من المعادلة الساقة وبتخلي التوقع أفضل لشو عم يصير حاليا لما بدي أعرف أنه شو وضع مثلا عندي حالة ناقص صوديوم وليكون صوديوم المصل 120 ويطلع على صوديوم البول وصوديوم وبوتاسيوم البول إذا كانوا 150 مثلا فأنا بعرف أنه هذا المريض ما عم يطرح ماء وبالتالي ربما عم يكسب ماء حقيقة عم يكون فيه توازن ماء إيجابي ويطراب الصوديوم عنده حيستمر وحيزداد حتى لأنه هو مثل ما قلنا اضطراب الصوديوم هو اضطراب حبس ماء فبرجأ نفس الفكرة أنه حجم البول بتعلق بسوليوت لود اللي هو الحمل المنحلات قديش الإنسان عم يأكل وعم يشرب وعم ينتج يوريا من عضلاته ومن المصل إذا ما عم يقدر يطلق ما عم يوصل الوارد كافي ما هيقدر يطرح الماء الحر أقصى حجم بول ممكن الإنسان الطبيعي يطلعه رح أذكر أرقام مختلفة بس يعني هي وسطية من نصف إلى واحد لتر بالساعة يعني بين عشر لتر لعشرين لتر باليوم عند كلية الكلية الطبيعية تماما عم يول عشر لتر لعشرين حسب حالة كلية وحسب حالة الإنسان فعذا فرض الـ EDH مثبت تماما فبتالي أرقام شوي ستكون مختلفة بس هذا هو الوسطي الحمية الغربية هي بتحويل بروتين وبتحويل لحم ممكن تنتج حتى تسعمية ميلي أوز مول من المنحلات يوميا إذا إنسان أكل حمية متوازنة فيها ملح وفيها ملح كما هو موصوف طبعا موطنية زيادة وفيها بروتين فهو ممكن ينتج تسعمية ميلي أوز مول من المنحلات أو سوليوت ديلي نصهم عادة من اليورية ونصهم من الصوديوم والبوتاسيوم 50-50 فلو إنه هذا الإنسان لو إنه هذا الإنسان الكلية تبعه عم تطرح البول بتركيز خمسين ميلي أوز مول بالليتر اللي هو أقل تركيز يعني الكلية عم تمدد البول لأقصى درجاتهم التسعمية ميلي أوز مول لحتى ينطرحوا بدهم 18 لتر بولي فكروا فيها بشكل جيد أنا عني تسعمية ميلي أوز مول كل خمسين منهم بدهم يطرحوا لتر لأنه تركيز البول للحد الأدنى فالتسعمية ميلي أوز مول بدهم 18 لتر بري ووتر إكسيكريشن لحتى ينطرحوا جميعها هلأ لما بنصفض الحمية بنقص تركيز الإنسان هاي اللي اللي لازم نحكيها بعدين هي التي أنتوس والبيب وتماني اللي هنا ما بياكلوا وما بيشربوا أو بيشربوا بس ما بياكلوا بشكل جيد خاصة على المسنين الكحوليين ما بياكلوا ملح ما بياكلوا بوتاسيوم ما بياكلوا بروتين بيأضوها على شوية سكاكر بتثبت الجوع وبيشربوا موي زيادة فهدول ما عادي يقدروا يطرحوا كمية الماء الكافية اللي عم يشربوها لأنه المنحلات اللي عم يأكلوها منخفضة فهذا مفهوم كتير مهم ربما حيمر علينا لاحقا بأطرابات نقص الصودون لما الكلية ما برو بتقدر ما برو بتقدر تمدد البول وهذا الشي بيصير بإصابات الكلية المتقدمة بيصير حجم البول بيعتمد على بيصير على كمية المنحلات اللي بيتناولها المرأة مثل ما قالنا الكلية الطبيعية ممكن تمتج البول من حوالي 50 ميلي أوزمول وهو أقل تركيز ممكن حتى 1200 ميلي أوزمول باللتر الآيزاثين يوريا حكيناها مرة تانية بإدفانس كيدني ريزيز عدم قدرة على تمديد البول على فرض أنه في عندي كلية أنا ما عم تقدر تمدد البول أكتر من 200 ميلي أوزمول باللتر وهو رقم مثل ما قالنا الطبيعي هو 50 فهذه الكلية فيها إصابة معينة سبب قصور كالي المزمن أو حتى ADH مثلا مفرز بسبب معين فما عم تقدر تمدد البول أكتر من 200 ميلي أوزمول باللتر هو أقل رقم فلو عطيناهن لهدول المرضى 200 ميلي أوزمول من السوليوت مثلا أكل قطعة لحمة أو ملح فهدول 200 ميلي أوزمول بحاجة أو حين جواحد لتر من البول عم حاول بسط هالمفاهيم لأنه إلها تطبيقاتها السرية المختلفة وممكن بالأسئلة ربما أوضحها بشكل أوضع لاحقا فكروا فيها بشكل جيد فما عم يقدر يمدد البول أكتر من 200 ميلي أوزمول فل200 ميلي أوزمول حينجوا واحد لتر من اليورين فقط هين يكون وصلت لنهاية المحاضرة بتمنى أن يكون وصلت الفكرة اللي بدي إياها وهي آليات تمديد البول وتكثيفه وإن شاء الله يارب نستمع معكم بكورس اضطرابات نصف الصوديوم